لأن الإجور ليست الإجور الكبيرة التي تطيها القنوات للممثل وأمور الحياة بالعراق ما تخلي الممثل ما مستحيل الإجور قليلة حتى مع هذا التطور بالفضائيات شركات إنتاج وتغيرك قليلة قليلة تجيب لي أي فنان عراقي عنده رصيد بالبنك أتحدى أتحدى كل الفنان هنا العراقيين عدى المطربين لا لا ممثلين وممثلات ما عدتهم أرصدة أتحداهم أتحداهم من مكانك هذا إذا عدهم رصيد أتحداهم ممن الفن الجوز عده رصيد بس ممن الفن من الفن هني ذا شيء ما عنده أكو عدهم لقزز ورانج وصعدين ممن الفن الفن ما يسوي شيء الفن يسوي لك علاقات لا نحن 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 عن المادة المادة لا 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 بالعراق لا بالبلدان العربية بالخليج نعم بالخليج نعم لا بالعراق يعني الممثل العراقي عيش أوضاع صعبة جدا والله آن يعرف فنانين عساميين يتغدى ما يتعاشر عطية والله هسب هذا الزمن الزمن والله العظيم ومعروف معروف؟ هواي معروفين والله اروح يمه وبالشقة وما ادري شنو اخلي لهالقاس ما الله واطلع بلما بعدين هو يرحقني ما يقبلون بس اخوتي اعتبرهم يعني وهي شنو استاد طه مرات احيانا يتمرض الفنان وهو فنان معروف مثلا ومشهور كذا ينترك مو بس ينترك والناس يتعلق تعليقات يقولون ليش وين وديت فلوسك ايه يعني ليش هسه انت فقير وتناشد وكذا وين الطيبين وين الحكومة وين كذا فيتصورون وهسه انت يعني فرصة توضع انه وين هذا المجد والفلوس والمليارات اللي حصرت عليها من الفن شوف مرة عدي مسلسل حقيقة اسمه الحواسم اخرج الفنان الرائع علي ابو سيف اطلع به شخصية ثرية جدا عدي خيول وعدي معامل وعدي مانشي فيه ممم والسيارة بيئة ما اخر موديل وحمايات والججارة شروت وبدتي ايناس طالب فت شخصية يعني ثرية جدا والله جاني احدهم احدهم ورما يعني اكمل مشاهدي ما شنو ترا صفلي قل لي رايي تشن في الاسبالك تساعدني انت الله موفقك وعدك حلال هذا بالمساعد حصدك عالدار